موسيقى يسعد مساكن مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامجكم أهوة تركية ومواضيعنا لحلقة اليوم شو هي الأسباب اللي بتدفع بعض المختربين القدامى ليكونوا الأكثر عداء تجاه المختربين واللاجئين القادمين من بعدهم فتاة سورية بولاية ماردين تحاول الانتحار بسبب لعبة الحوت الأزرق فكيف يجنب الآباء أبنائهم من مخاطرها شو هي آلية التقدم بطلب الحصول على الجنسية التركية من خلال رفع طلب عبر البيتاتي عقب انتشار مقطع لتصادم دراجة كهربائية يقضها لاجئ سوري من دون رخصة قيادة مع سيارة أخرى شو هي عقوبات قيادة السيارات والدراجات النارية لمن لا يحملون رخصة قيادة ورح نختم بسؤال شو هي العادات والتقاليد المشتركة بين السوريين والأتراك بداية خلوني رحب ضيوف حلقة اليوم برحب فيك الصحفي أسامة أسكدلي الصحفي أهن بوضو مازين رشيد أغلو ترجمان محلف واستشاري قانوني والصحفي مصعب المجبل برحب فيكن جميعا في حلقتنا بداية رح نتابع فيديو هذا الفيديو هو لاعب بفريق قلطة سرعي الفيديو أثار الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي السبب هو نعت هذا اللاعب للجماهير اللي كانت بانتظار الفريق نعتهم بالسوريين رح نتابع الفيديو ونعرف تفاصيل أكتر من أسامة إذن تعبعنا على الفيديو أسامة تفاصيل أكتر قبيل مغادرة الحافلة اللي بتضم لعبي قلطة سرعي بيكون فيه مشتجعين للفريق ناطرين برا وأتعب بيقولوا أني يرجى فسح المجال فبلاعب اسمه سينان قمش هو ولد بألمانيا وترارع بألمانيا بيقول أقصب بالله أني كلهم سوريين فهلأ السياق اللي قال في أقصب بالله كلهم سوريين فيه ناس كتير فسروا على أنه هو نبرة عنصرية وفيه ناس قالوا لك يعني أني اعتبروها مثل شتيمة لأن السياق اللي طلعت فيه أني أقصب بالله كلهم سوريين مثل أني استخدم السوريين وكأنه نوع من الشتيمة أو نوع من التصغير للطرف الآخر فعلت أصوات كتير من قبل مشجعي قلت سوري ومن قبل حتى الناس ما بيشجعوا الفريق أني هذه نبرة عنصرية يجب ألا تكون من لاعب ولسيما أن هذا اللاعب ولد بألمانيا وترارع بألمانيا فاستهجنوا حتى في منهم طالبوا بفسخ العقد معه لاستخدامي هذه النبرة العنصرية ضد اللاعبين أو ضد جماهي أو المشجعين من فريق قلت سوري حتى في تغريدات تعاطفت مع السوريين وقالت أني اليوم مو كل سوري هو مشجع لقلت سوري ولكن كل مشجع قلت سوري هو سوري ففي ناس دافعت عن السوريين بهذه الطريقة وفي ناس فهموا على أنه هو تصغير من شأن الآخرين فقالوا له أنت السوري أني هون المؤسس بالموضوع أني لفظة السوري صارت تستخدم وكأنه هي نوع من التصغير والشتيمة بس أنا برجع بأكد على أني استخدام اللاعب للعبارة بهذا السياح هو اللي أدى على ظهور لفظ السوري وكأنه نوع من الشتيمة والتصغير طيب أستاذ هند وكأنه خليني إليك بعض الأتراك ومثل ما حكى أسامة هو أصلا يعني عاش هذا الشخص التركي أو هذا اللاعب التركي هو عاش بألمانيا ولكن مثل كتار كمان يعني أي سلوكيات أو تصرفات هي عم تكون غير لائقة بين عطوة بأنه سوري أو هذا تصرف سوري أو أنه على غيرار السوريين يعني وكأنه أيضا يعني حتى عندك ما فيه بالشعب التركي كمان يعني أشخاص في عندهم تصرفات يعني حتى يعني لا تمت للإنسانية بصلاح حتى هلأ موضوع أنه نحن كسوريين عم نتعرض لمضايقات لمواقف عنصرية من كل البلاد اللي نحن لجأنا له فعلا هي مسألة عامة موضوع أنه نحن سوريين دائما ننحمل حالنا مسؤولية هاي المواقف العنصرية الكراهية أحيانا عم تصل لخطاب كراهية تصل لدرجة العنف ما بصير أنه نحن ندفع ثمن بعض الأخطاء الفردية الصغيرة هذا جانب الجانب الثاني يلي مثل ما حكى أسامة ليش أكتر الناس أو أكتر المتشددين والمتعصفين هن لاجئين سابقين إما أهليهم كانوا لاجئين أو أنه هن كمان تعرضوا حتى بألمان يعني نظرة الألمان للأتراكية نظرة سلبية جدا جدا يعني هاي تأتي من باب العنصرية من باب الأنانية الشخصية لكن اللي بيفرحك أو بيخليك شوي أنه أنت ما تنقبضي أو ما تتدايقي وما تحسي بالظلم أكتر هو موقف الغالبية بهذا مرة من المرات واحدة عاشت بألمانيا وهي يعني كبرت هناك كتبت تغريدة قالت أني أنا إنساني عاشت بألمانيا وشفت عبارات مكتوبة على واجهات المطاعم أن يسمح لدخول الألمان والكلاب ولا يسمح لدخول الأتراك صحيح يعني إذا نحن ناس شفنا هذه العبارات وعانينا من هذه العبارات كيف اليوم نحن منطبقة ضد السوريين فيه ناس بيتفهموا يعني اليوم فيه بيت شعر بيقلك لا يعرفوا شوق إلا من يكابده ولا صبابة إلا من يعانيها فتتوقع أنت من ناس عاشوا أو خاضوا هذه التجربة أن يتفهموا حالات اللجوء أو الاغتراب أو المعاناة النفسية اللي بيعاني منها المغترب يعني اليوم إيلاي أكسو لما هدتت السوريين أو أنه بعدم تسليم فاتح للسوريين ناس استغربوا منها وهي أصلا لاجئة كمان كانت وهي بالأصل كانت لاجئة بدولة أوروبية أيام حرب قبرص واليوم نفس القصة في ناس نوهوا أن هذا اللاعب هو بالأساس ولد بألمانيا وترعرى هناك يعني عاش بحالة اغتراب ضمن عائلة مغتربة فالمفروض هو يكون أكثر تفاهما طب هاي النقطة هاي السيكولوجية أنا بيقلها لك أستاذ مازين أنت يعني أيضا مربي يعني وعامل في كتير من المراكز والمدارس بالنسبة للأطفال هذا الشيء هل هو بالنسبة للنعت بالسوريين أو حتى خليني أقول لك صفة العنصرية هل هو نابع من الشخص نفسه أو من البيئة المحيطة ربما هو أيضا تعرض لعنصرية وبالتالي هذا ربما تفريغ نعم والحقيقة لا الموضوع يعني في شيء في شيء معتادين عليه يعني اليوم الأطراق أنا دائما بسمع منهم كلمة عرب يعني ما ما سوري عرب فكلمة عرب عندهم ياها مثل يعني استخفاف استخفاف بالطرف الأخرى عرب طرق الميار فلما نأجهوا السوريين وصاروا بالميادين تعرفي يوم كتير على أبواب التسول وعلى أبواب اللهم صلى الله عليه نبي يعني الإحسان والصدقات وإلى آخره يعني صارت نظرة دونية هذه النظرة الدونية عم تأثر حتى على طلاب يعني يعني هالموضوع نعم عم نسمعون نحن بأذاننا أحيانا يعني أنا أحدهم في المدرسة يعني أنا قال لي معاون مدير قال لي ياهب بالحرف معاون مدير تركيا قال لي أستاذي أنتبه لا تضرب أي طالب يعني بتضل أنت اسمك أجنبي طبعا هو ما قال لي السوري قال يبضل اسمك أنت أجنبي مع أنه أنا الآن مجنس وبتكلم تركيا مثلي متلون وحتى في عنا أصول تركية وإلى آخر ما هناك لكن هالكلمة كثير أنا أثرت في نفسيتي يعني قال لي أنه انتبه مضرب يعني تعرف الضرب ممنوع في المدارس لكن أحيانا يمزح مع طالب فهي طلاب نيين هيك يعني داني وجهتني بعمل حجة مشان ينزل أو يطلع إلى آخر يعني صارت معا يعني هي أنعيب الأطفال ينهرون من الحصة دراسية نحن نصحني طبعا نحن العبرة نحن الشاهد في الحديث أنه إذن فيه هناك نظرة يعني فيه هناك دونية في الأمر لذلك نحن كضيوفة نتحمل هذا الموضوع وبغض النظر أنه اليوم من هو القائل يعني طبعا الأمثلة اللي حكيتوها عم ينسوا أنه كانوا مهجرين تماما ويقول لك شارة تانية يعني أنا من اليومين كمان في المدرسة والله الزان الزان اللي عم يقدموني شاي تخيلي عم تقولي الشيخي السازي عفا أنه هل معقولة يوم عيد راسي العالم السوري ارتفاع طب نحن بتركيا ساحة تقسيم هذا الشيء لهم حاملين لهم يحكى في الموتور جوابي شو كان بس العالم السوري الرفع ولا فيه أعلام تانية آه عملت والله يبيل ميرم يعني انت ماش تقولي السوري كان فيه أعلام تانية كمان رفعت ليش ما حكيتو عليها نعم فإذا يعني اليوم كل شي في عرب هلا اليوم روح نزل على إكستراي شوفي في عرب تي كله سوري شو سببه شو سببه مين المسؤول الأول عن هذا الموضوع تماما السبب برأيك مصعب ليش ليه في هاي النظرة أو ليه خليني إلا كمان شو اللي بيخلي شخص هو بيوم من الأيام كان لاجئ وعانى من عنصرية الطرف الآخر يعني الألمان عندهم عنصرية واضحة تجاه الأتراك حتى تجاه السوريين حاليا تماما فشو اللي بيخلي شخص أيضا يعني إذا مو هو أبناء عرقه تعرضوا لعنصرية اليوم هو عم يمارس هاي العنصرية كمان ضد الآخرين هلا يعني أغلب هيك قصص بنسمعها من عنصرية أو تنمر تجاه السوريين هون بتركيا يعني في بعض المواقف هي لا تخرج يعني إذا صح التعبير عن الحياة الواقعية بتركيا أو الحالة السياسية أو أي حالة موجودة بتركيا يعني شفنا نحن بالفترة الأخيرة يعني كيف يلدرم يعني المرشح لانتخابات بلدية اسطنبول يعني كتب تغريدة يعني وجه فيها انتقاد للسوريين أنه إذا أنتم رح تضلوا مثلا بتعاملوا بأشياء خارجة عن القانون هنا بتركيا رح نرحلكم هذا الشيء المجتمع التركي بغالبه رفض هذا الشيء وعملوا كتير ردة فعل على وسائل التواصل الاجتماعي ضد يلدرم يعني مرشح لعدالة والتنمية أنه هذا الكلام ما بيصير يعني هاي الحالات أحيانا تصدر من الأشخاص يعني لغرض معين يعني في حالات أكيد نحن نشوفها بالمتروبوس بالمقاهي يعني بالحياة اليومية اللي بيفوت بها على البيم أو عن كذا يعني هنه بس يشوفونا مجرد يعني أنا برأيي أنه مجرد ما بيشوفوك أنك ما بتحكي مثلهم هو فورا بيشعر أنه أنت مانك منه نعم أنت شخص غريب عنه فيحاول يتلبك هو فيشوف أي خطأ منك أنت أحيانا نحن بنخطأ مو سوء تصرف مع الأتراك إحنا أحيانا اللغة عامل اللغة أنه يعيقني أنا هو عم يحكي لي شغلة أنا هون بيجي ما بعرف شو عم يقول لي أنا بسكت هو شو بيفهم هون بيفهم أنه يفكر أنه أنا مثلا يعني عم بنتقصه هو أنه يقول لي أنت ليش ما تحكي مثلي يعني هي هي القضية يعني المشكلة نحن لحد الآن عم نعاني منها هون بيتركيا وهنا الأتراك يعني إلى اليوم في قسم كبير منهم يعتبروا أنه هن يعني مثل مثل السوريين يعني لحد الآن بيعرفوا أنه أول ما بيشوفونا بيقولونا سواش فارما أنه الحرب بسوريا موجودة نقولهم لا لا المفاجئ أكتر أنه نحن مثلا نمشي أنا وإخواتي أنا ورفقاتي بالطريق غالبيت الأتراك بيسألونا أنه بسير في أي احتكاك أنتوا إيران لأن عندهم هذا يعني أنه أنتوا إيران يعني أنه 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 أنتوا مثلا مثلا نحن وإياهون أنه مثلا أنه أنه لأ نحن من سوريا شام يعني على شعر ممكن وحدة فيهم يضغط على قلبها يتنفلج يسير معداء يعني أنه ليش مثلا أنه أنه النقطة المهمة اللي عم نكررها دائما هو لأولا هو موضوع الإعلام دورنا نحنا أنا الفاجأتها ديك اليوم في مجموعة من الشباب كثير هذا الشيء فرحني كثير أنه عم يتابعوا برنامج قهوة تركية الشاب اللي موجودة عندي إياها الكاتب مقالة طويلة عريضة باللغة العربية وامترجمة للتركي وأنه نحنا بدنا نفعل أن نصير نوجه خطاب باللغة التركية للناس بيعشرين ثاني أسامة حلو حلالي المحور التاني الحلو لردود الفعل القاسي اللي واجهها اللاعب دفعته على أنه هو يقدم اعتزار على السوشال ميديا بأنه لم يكن يقصد هذه الإساءة سواء المشجعين أو سواء للسوريين وأنه قال يعني بعفوية مطلقة ولكن انفهم بهذا سياف ولكن مثل ما قالت السيد هند اللي بيخفرحنا نحن ردود الأفعال اللي رفضت وأجمل تغريد أنا قرأتها واللي ذكرت قبل شوي أنه ليس كل سوري مشجعا لقلاطسراي ولكن كل مشجع قلاطسراي هو سوري حصرا جلو إذن خبرنا طبعا هذا انتهى ولكن نحن نحن لخبر آخر اللي هو عن الألعاب الكترونية مؤخرا انتشرت ألعاب مثل بوب جي وقبل الحوت الأزرق للأسف الحوت الأزرق يعني كان فيه ضحايا يعني فيه ناس حاولت انتحار وفيه ناس حتى فقدت يعني حياتها بسبب هاي اللعبة الخبر هو عن فتاة سورية طبعا حاولت طبعا هي عم تلعب لعبة الحوت الأزرق وحاولت الانتحار أول شي أستاذ مازين هاي اللعبة كيف قدرت توصل لخليني إليك شرائح الأطفال أو ما نحن نقول مراهقين ربما مراهقين عندهم سهولة بالوصول لإلها لكن الأطفال ما بين العشرة وثمين سنوات سيدتي اليوم هذا المرض الخطير اللي عم نواجهه نحن يبدأ من لما نكون الجنين إسا يعني أول إيامه يعني اليوم لاحظين الولد بلش يقلب أوه الماما يا سلام بلش يقلب شو عم يقلب يعني فيه اختراحات كتير عم تطلع نعم بلش يقلب هكذا الأمر عم يتشير طبعاً الولد لما عم يكبر الوصل لعمر 8 سنوات 10 سنوات هذا عم يتخصص له موبايل خاص فيه هذا الموبايل خاص فيه مع شفرة خاصة مع باسوارد له خاص ما حدا فيه يفتح هذا الموضوع كتير خطير طبعاً ونقعد بالعينة فلان عم يلعب مع فلان فلان يعني معنا ما عم يتحدث صهري مع ابني ابني مع خالته دعني نحكي بشكل واضح طبعاً هناك مرة كتير داية الموضوع لا لا هذا الكلام مستحيل هي ما عم تكون جلسة عائلية بقدر ما عم تكون جلسة لعب بفيد والله تمام أما والله بابجي أنا وصدقاً ما بعرف هذه اللعب نهائياً يعني ولا بعرف بس شفت تابعة الأمور بعض الأمور بالإعلام الموضوع خطير جداً وبأدي إلى يعني نشوب شيء بالنفس إنه قتال يعني أعطيكي مثال مثلاً طفل صغير عمره سنتين اليوم عم يمسلك سيف عم يقوله عم يقول طورل طورل أرتورل المسلسل أرتورل يعني حتى مسلسل أرتورل صار خطير على الأولاد هلأ ليش هناك مناظر دماء مناظر قتل المناظر قطع رؤوس لأن غالباً هذه لازم تكون موجهة لسئة عملية معينة مشكلة لعبة تنحوط الأزرق أنا أحب أن أعرف تفاصيل منك موضوع دراما بحس تاني هذه اللعبة يعني كيف لعبة عم بتودي بالنهاية لفقد طفل أو شخص حتى حياته أولاً لازم نعرف من الشخص اللي اخترع اللعبة الشخص هو شاب روسي في ليب عمره 21 سنين لحظي العمر كتير صغير ثانياً هو وصل اختراع أو اكتشاف أو طريقة البرنامج أو التطبيق من خلال تواصله مع عدد كتير كبير من المراهقين اللي بيعانوا من الاكتئاب وبناء عليه حط خطوات مؤلفة من خمسين خطوة لخمسين يوم بنهاية الخمسين يوم بيوصل يعني بيلعب اللعبة بإني هو يتخذ قرار إما الانتحار من خلال يعني بالقذف من أعلى صخرة معينة أو من أعلى تلة أو من أعلى جبل أو من خلال طعم نفسه بالسكين طبعاً المراحل كيف بتتم عن طريق أعطاء أوامر بسيطة بالبداية إني مثلاً اليوم استيقظ الساعة أربعة ونصف الصبح استمع لموسيقى غريبة حزينة بعدين أن اليوم عزوم تاني يوم عزوم حدي من عائلتك على شغلة خاصة اليوم الثالث استراحة ما عندك شي اليوم الرابع زقف هيك بطريقة ما هذه صفت لعبة صفت في طرف آخر عم بيخاطبك في طرف عم بيستجيب اليوم كتوب نعم على أنك أنت بلت تصير حوت أزرق فإذا بتكتبي نعم اليوم السادس اللي نفترض رسوم الحوت الأزرق على إيدك ففي نوع من جذب هذا الطرف اللي عبي يلعب يعني تماماً فعب يربطه يعني هو تقريباً استحوز على دماغه فآخر شي بيقل له أنت موافقة انتحر انتحر الغريب بالموضوع أن هذا الشخص لما تم القاء القبض عليه هو اللي بيقل له للأطراف اللي عب تلعب بيقل له أني أنا أعدكم بانسعادة الدائمة في الجنة في الآخرة وأنني رح خلصكم من التعاسي اللي أنتم عايشين فيها في خلال جلسة المحاكمة استجواب أو المحاكمة بيقول أني أنا خلصت المجتمع من قاذورات هادون تعيسين فبالتالي ما رح يفيدوا المجتمع أي شي وبيلولك الخبراء النفسيين كان واضح يعني أنه هو مفكر حاله نصف آلهة يعني هو واصف في العظم لدرجة كبيرة وبيلولك أنه هو كمان نفسه كان يعاني من العزلة في صغره وولد في عائلة غير منتظمة فأدى به إلى اكتشاف هذا التطبيق أو اختراع هذا التطبيق ما يهمونا نحن أنه إذا وصل الموضوع لمحاولة فتاة سورية تبلغ من العمر 17 سنة للانتحار بسبب اللعبة هون وجب توعية الأهالي للأخذ بعين الاعتبار أنه في حال كان الولد عبي يطلب شغلات معينة أو أنه شفنا رسمة الحوت أو أنه عبي يعزهم الأهل لشيء معين فهو عبي يكون عبي يطبق مراحل هاي اللعبة في نقطة جوهرية أستاذة هند طبيعي يعني المراهقة عمره 17 سنة اليوم يعني وين الأهل من هذا الشي يعني خاصة أنه موضوع أو لعبة الحوت الأزرق يعني ضجت فيها وسائل الإعلام ونحكي عن خطورتها وتداعياتها اليوم هون أهل هاي البنت هنين أصلا يعني وين كانوا موجودين أو كيف بنتهم وصلت له هاي المرحلة بوجودها معهم تم إنقاذها باللحظة الخيرة نحن لحتى نعرف لحتى تصلنا حالة مثل هذا النوع فنحن رح يكون في وراها مباشرة عشرات الآلاف من الضحايا يلي عم ينتظروا هذا المصير يلي عم ينتظروا هذا المصير طبعا يعني هلا بدنا نرجع إلى نفس المقولة التاريخية الأهل لما يعني أكيد ما في رقب أكيد ما في اهتمام أكيد ما في اكتراس أكيد ما في إحساس بالمسؤولية الحقيقية تجاه هذول الولاد إنه هاي حقهم الشخصي رجعنا لموضوع الحرية الشخصية والحرية الفردية الحرية الفردية والشخصية تبدأ من بعد 18 بعد العشرين حسب كل نظام قانون لكل دولة لكن تحت هذا السن فهي مسؤولية الأهل أنا بيرأي إنه يعني إذا يعني أي دولة بالعالم ممكن تكتشف إنه في أحد الأطفال أو أحد المستهدفين من هذه اللعبة كان موجود على هاي دول استصدار قرارات قانونية لمعاقبة الأهل وبحتى يربوا فيها كل المجتمعات يعني يربوا فيها كل البيئة اللي ممكن يكون قدامها هاي الألعاب متاح القطير بالموضوع بالقصة اللي أنا رح أقولها هلأ إنه في أولادنا طبعا بألمانيا بالسويد منتشرين هناك أحد الأبهات يلي اكتشف إنه ابنه صغير وعم يلعب بهاي المسألة تابع الموضوع لعبة لحوت الأزرق مراكز أبحاث يا صديقتي هاي اللعبة مو الولد اللي عم يشتغل فيها هاي عمره 21 سنة ممكن عنده طاقات ممكن عنده أفكار إبداعية ممكن يكون شخص يعني عنده ملكات فكرية كتير كبيرة ومتجاوز سنه لكن بالنتيجة هاي مراكز أبحاث وتصديقا لكلامة اليوم السلطات التركية يعني عم تشوف قديش عم تروح على نقاط الضعف طبع الأشخاص خاصة للأطفال وعم تبحث إنه مدلا ممكن ما يكونوا في عنده عينات كتير موجودة منها عم تاخد عينات عشوائية هاي العينات العشوائية عم يتم دراستها عم يتم برمجتها عبر توصيل الآلية معقدة جدا اليوم تركيا عم تتحرم موضوع إنه ممكن يكون أحد القائمين على البرنامج هو التركي عم بحضر تقرير التلفزيون عم بيقلك لأن اللغة عم بيخاطبه فيها دليل على أن شخص يتقن اللغة التركية يعني التطبيق باللغة التركية تطبيق اللغة مخيفة فيها فعبلك إنه على دراية بالحالة الاجتماعية أو بالروح الاجتماعية للمجتمع التركي إذا إحنا ما بدنا نبرية لأنه هي عبارة عن منظومة تربوية لكن منظومة تتتبع لأمراكز أبحاث كتير خطيرة طبعا هو الموضوع فعلا بحاجة الوقت أكتر ولكن داركنا الوقت مشاهدينا فاصل ومن بعده رح نبدأ بمحورنا الثاني ترجمة نانسي قنقر